موسيقى بسم الاب والابن والروح الكدس الاله الواحد امين اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم نعمة وبركة الحقيقة في موقف حصل مع معلمنا بولوس الرسول بعد 14 سنة من مقابلته لربنا يسوع واختياره للكرازة الكلام ده تقريبا كان سنة 51 ميلادية كان حصل هوجة شديدة كده انه ازاي معلمنا بولوس الرسول يعمد الوسانيين اللي هما الامم يعني من غير ما يبقوا يهود في الاول يعني كان عايزين لهم يبقوا يهود الاول وبعد كده يبقوا مسيحيين وحصلت مشاحنات شديدة جدا في الموضوع ده لحد ما معلمنا بولوس الرسول قرر حاجة مهمة جدا قال انا اروح اسأل الكبار في الكنيسة وراح على ارشاليم عشان يسأل اللي قال عليهم كده المعتبرين في الكنيسة بس انتوا عارفين ان معلمنا بولوس الرسول ما كانش لا من ال 12 تلميذ ولا حتى من السبعين رسول حتى هو كان بيعتبر نفسه اخر الكل ده مرة قال عن نفسه انا الذي مثل السقط يعني في الاخر فقال كده في رسالة غلطية الاصحاح التاني قال عبارات قال ثم بعد 14 سنة سعدت الى اروحاليم مع برنابة اخزا معي تيتوس ايضا وانما سعدت بموجب اعلان وعرضت عليهم الانجيل الذي اكرز به بين الامم ولكن بالانفراد على المعتبرين لألا اكون اسعى او قد سعيته باطلا عايز اكرر العبارة دي تاني لألا اكون اسعى او قد سعيته باطلا العبارة دي مهمة اوي سعيته باطلا تخيل معايا كده واحد يقول انا ربيت عيالي وفي الاخر ما لقيتش نتيجة او النتيجة طلعت وحشة معقول كل تربيتي مثلا لولادي طلعت بالطريقة الغلط دي الامر بيبقى صعب جدا احساس الانسان انه تعب وكل تعبه طلع الفاضي او كل اللي عمله طلع غلط على فكرة الموضوع ده ربنا قالوا بنفسه في سفر اشعية يقول كده في اشعية واحد الاية اتنين يقول ربيتوا بنينا ونشأتهم اما هم فعصوا علي يعني نفس التعبير انا تعبت في تربيتهم وراح التعب يعني لو واحد يفكر كده شوية ويقول انا تعبت في شغلي تعبت في العمل اللي انا بعمله تعبت في الموضوع الفلاني او تعبت في الخدمة الفلانية وفي الاخر ما لقيتش اي نتيجة سعيته باطلا او واحد تاني يتصاب بازمات كتيرة في حياته او مشاكل وخلاص اكيد حيقول نفس عبارة معلمنا بولوس الرسول سعيته باطلا دي بنسميها لحظات ضعف انا بيتهيق لي ان في مننا ناس كتيرة جدا ممكن يحسوا بنفس اللحظات دي على فكرة عايز اقول لكم حاجة مهمة قوي ان المشاعر دي بتواجه اناس امناء فعلا اصلا هو بيقول سعيته باطلا يعني واحد سعى فعلا مش واحد ما عملش حاجة يعني الانسان اللي ما تعبش ما عملش حاجة اصلا ما سعاش مش هيقول سعيته باطلا لكن دي بتواجه ناس عملوا فعلا تعبوا فعلا امناء في تعبهم جدا بس يجي عدو الخير يحسسوا ان كل التعب اللي هو تعبه راح عالفاضي طيب ايه اللي يحصل والتعب ده ممكن يروح فين وايه اللي ممكن اعمله بعد كل ده اعتقد ان ده احساس متعب لبعضنا والاحساس ده احيان كتيرة جدا بنشعر به في بعضنا بمواقف كتيرة في حياتنا يخلينا نقول مع معلمنا بولوس رسول اسعى اوقت سعيته باطلا عايز بنعمة ربنا خلال الحلقات اللي جاية والمرات اللي جاية نتكلم شوية عن الشعور ده شعور سعيته باطلا ياريت تتابعوا معنا وان شاء الله نعرف حل المشكلة دي ربنا يفرح قلوبكم يومكم كله نعمة وبركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة